السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي معين سرين كويزين دون سرين جيتكم حبوباتي في هاد الفيديو جبت لكم وصفة رائعة نتمنى تنال اعجابكم واللي هي صينية بطاطا بالدجاج المحمر وصفة صحية بزاف حبوباتي والبطاطا ما نقلوهاش والدجاج نطيبوه غير مع البطاطا يجي دوق هايل ومميز نتمنى تتفرجوا الفيديو للاخير وتشوفوا المقادير واللي مازال مشترك في القناة معلي هي فعل على زر الاشتراك مع تفعيل جرس باش يوصلوا كل جديد واللي كان معنا في القناة مقبل انقله متشرفة فيكم نورني واللي جديد انقلهم اهلا وسهلا هنا حبوباتي نقشر البطاطا الكمية اللي تحتاج وانقطحها رقيقة كما لاحظتوا في الصورة عندي الدجاج حبة بصل مقطعة تاني شرائح مدورين وعندي كاس زيت بالنسبة اللي عندهم ريجيم يديروا كاس زيت زيتون هنايا ملعقة دبس فليفلة وكمون فلفل اسود والكوركم والبهارات السابعة وشوية قرفة كل واحدة تتبيلة اللي تحبس هذوما تتبيلة الاصلية ديالها البهارات السابعة الكوركم دبس فليفلة والعكري والكمون فلفل اسود هنا انا دبس فليفلة حار وراس الحانوت يعني فلفل العكري حار هنا ندير شوية البهارات السابعة بالنسبة للبنات اللي قالوا لي وش نفيهم بهارات السابعة مني نشريهم انا نشريهم من المول هايلي كبهارات السابعة وبالنسبة باش نخدمها لكم لبنان تقدر نخدمو لكم بصح الماكينة اللي ينطحن بيها البهارات ما عنديش وانتو معلاب لكم باللي القرنفل والهيل ما ينطحنش غير في الماكينة نجيب افخاد الدجاج اللي تقدروا تستعملوا اي دجاجة عندكم مش لازم افخاد يعني تقدروا حبوباتي تديروه بالجوانح بالصدر بصحة الافخاد يعطي ضوء هايل نحاول كيفاش انا ندير لهم تقب باش تدخل تتبيلة فيهم وهنا يا عندي التوم شوفوه حوالي اربع فصوص توم لبنات قلت لكم بالنسبة الفنجال تقهوة تاعد زيت قدوا تديروه زيت زيتون انا درتو زيت عادية انو زيت زيتون مايش عندي متوفرة نخلط كامل هادلا مغينات كشولاني ندير لهم مساج للبطاطا والدجاج دينا بالنسبة اللبنات اللي تحبها حمرة كتر معليها تزيد ملعقة طماطم مصبرة اللي انا منحبهاش بوسكيس اعطيني دوق القروسية نديرها هكا يخرج اللون تحها بزاف شباب وبالنسبة اللبنات هدي هي طريقة الحلبية الاصلية هنحبو باتين دير الملح الملح اللي هو للتتبيلة تاعد دجاج والبطاطا ما دركش بزاف جات ما شاء الله الطبق جهائل واشتهيتكم كامل معايا يعني سوقت اللبنات ولا اللي عندهم ارجالهم ولا اهلهم ولا هوما ينحلهم طبيب بطاطا مقلية ولا لزون فون تعكم ديروها بهذه الطريقة تجيكم احسن هنا عندي حبة ليمون راني ندير لها هكا بش كامل سواء التحاكي نقسمها نلقاهم ديركت منتعذبش فيهم بالنسبة للبنات حبة ليمون عصروها وحطوها هكاك من الفوق حبوباتي جو تقولوا لي ذو كالليمون في البطاطا وحيقرسلها النا ورايح حيواسيها النا نقولكم حبوباتي لا لا تجربوا من بعد احكموا قلت لكم هذه هي وصفة سورية الاصلية ولا بالعبارة هكا وصفة الحلبية نزيد نخلط كامل اللي عند هالوقت لبنات خليها في التلاجة ساعة ساعتين من بعد تطيبها الحمد لله انا بصراحة والله العظيم غير قدمكم اللي درتها ديركت ما خليتهاش خلاص ترتاح يعني بديت نحط انا نصور وطيبت ديركت جت واحد لبنا ما شاء الله متعودة نخليها ساعز وتسويع من بعد نطيبها من بعد حبوباتي اليوم ما ما كانش عندي الوقت نجيب المول تاعي اللي نكون دهنت فيه الزبدة زبدة البنات بش ما تلسقلكمش ونبدأ نحط بلا ما تفرشوها كيما ننفرشها ناضو كنا بنبدأ نحط باش نصور للكم برك يعني حتى بمش طابق طابقة وحدة تاع البطاطا تقدو تديروها من فوق تديروها ندرت اكتر من اربع طبقات بصراحة لانه كانت عندي كمية لباس بيها توجر اللي بنات نقولكم بل احنا ما نتغدوش بكريين نتغدو على ربعة لخمسة وبعد كي يكون عندنا اكل لنقدر نعودوه لاشا نعودوه لما يكونش عندنا يعني اكل تقيل ما نعودوش بصراحة بصح بطاطا صينية بطاطا في الفرن تتعاود على هادي درت كمية لباس بيها وان شاء الله باذن الله اذا لقيت يعني تحفيزات ولقيت شجيعات باذن الله حبوباتي انا رايح انشارك معاكم يوم كامل لبيت جزائري باكلات سورية من فطور الصباح حتى للمساء وهذا كلكاس اللي عمرناه فنجلتا قهوة اللي عمرناه بالزيت ندرولو حبوباتي ثاني فنجلتا علمة رحت هنا يا باش جبت شرائح البصل اللي كنت قطعتهم هكذا واربصلة واحدة تغطيكم دوق هايل والبصل كي طيب في الفرن يغطيكم مذاق ما شاء الله رحت باش نجيب ورق الزبدة لانه انا ما ندرش بورق الاليمنيوم ديركت فوق المكلة لانه عبركم فيه مادة مسرطنة رحت باش نحوز على ورق الزبدة ما لقيت شلقيت هذا الورق اللي نوسوفيه نجيبو فيه كروسون لفنشوكون هناني نقطعو وجانيوه يعني بصراحة ورق الزبدة هو تاني ورق الزبدة قطعت زوج بركة هنا البنات حبيت نشاركها معاكم بابسط الامور تقدروا تلبيوا الطالب بتاعكم بلا ما تغلبوا حالكم يعني ملقيتوش ورق الزبدة ديروا الورق ملقيتوش هاد الورق ديروا الورق خارر رسم تعو ولادنا ديرواه هناني نفتح الاليمنيوم ديالي ونبدأ نغلفها بصح وشنو حبوباتي لازم تغلقوها بإحكام اذا نبغي على زوج باش نتأكد بالليس صح ما وش رايح يخرج لي منها هادا كلافابر اللي حطي بفيه تمنى هاد نصائح تبدوهم بعين الاعتبار وننصح فكل واحدة مشتركة عندي تجرب هاد الوصفة هنه حبوباتي شوفوا دقتها في الفرن في الطبقة الاخيرة خلاص شوفو يعني قدم النار دقت لها صينيا ونخليها طيب هنه بعد مرور ساعة وربع مفتحت عليها محوست باش نشوف هيدا طابت لي موالو ساعة وربع حبوباتي مستها لقيت البطاطا تاعي شوفو راهي دايبة اللحم الدجاج تاعي عفوا راه دايب ذوك هنه يحبوباتي نشعلها من فوق ونخلي الدجاج ديالي يحمر وهنا البنات الغالية على قلبي الدجاج تاعنا راه طاب راه كما قلت لكم كما يقولوا الحلبيين ولا السوريين كامل يقولوا طاب نيفي نتمنى تحفظوا هاد المصطلح طاب نيفي البطاطا تاني طابت الشكل راه ماشاء الله يعني الصورة راهي قدامكم نتمنى هنا حبوباتي الغالية على قلبي يعجبكم هاد الفيديو شوفو كيف شراها كيف الدجاج طابنا وحمرنا احسن ما تديرو لولا مطاقت احسن ما تديروه في اكياس الشيواء يعني هادك الشوك لي طيب فيه طاب هاي الزبدة شوفو وهنا البنات شوفو يعني البطاطا تعنا حتى قدرنا طبقات للطبقات ولا ربع طبقات وما لسقتناش مع بعضاها يعني قاعدة كل طبقة وحدها مليح هاد الطبق لي نحنا كافراد لائلة ومليح تاني كي جوا عدنا الضياف نديروه لهم قتلكم سريع بزاف ساعة واربع يطيب لكم وعشر دقائق يحمر لكم يعني ساعة ونص طبق تحكم مرح طاية